بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو رح أتكلم عن شون أركب المساعدة اللي موجودة من داخل نت بينز المساعدة اللي خاصة باللغة من داخل نت بينز فعندنا إذا أنا اخترت أي كلمة من الكلمات اللغة فرحت عندي عن الهلب هنا وقلت له java doc index search اللي شفت F1 فبالتالي أنا قد يعطيني مفروض نتيجة لتفصيل الـ statement هذه أو الـ class هذا شن يحتوي عليه من التفاصيل بس مثل ما احنا شايفين أنه no documentation found هذه رسالة ممكن تطلع لي إذا ما عندي الjava doc راكب صح على الجهاز فعشون أعرف الjava doc على الـ netbeans أحتاجي أني أروح على tools بلين java platforms من هني أختار طبعاً رح يكون عندي على اليسار اللي هو jdk أختار هني الصفحة java doc وبعدين أضغط على الزر هذا اللي وإضافة الفولدر مكان الملف وبعدين أحدد وين مكان الملف على الجهاز عندي عندي داخل فولدر java فألاقي ان الjava docs موجودة عندي على الفولدر هذا وطبعاً هذا الملف ينسحب من موقع اللي هو java من موقع الأوراكل نقدر نسحب الملف هذا ونخليه مثل ما هو ما يحتاجي تفكيك ولا شيء بس ان هذا الملف لازم ينشاف داخل النتبينج عشان يشتغل عملية البحث الصحي فراح أضغط على Add الفولدر او الفايل وبعدين ن Close الحين أرد مرة ثانية أسوي اللي أختار الكلمة وأرد على java doc index search وللاقي انه التفاصيل الكلاس بمعلومات عنها موجودة عندي في الهلب هذه طريقة إضافة الjava documentation على النتبينج وشكراً